موسيقى موسيقى مستكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة واخر الحداث الرياضية في برنامجكم اليوم الدوانية لا يزال التحكيم السعودي يقاد منحنيا الى مقصلة الاندية بشفراتها الحادة عبر بياناتها المتكررة ضد الحكام ولتنزال اللجنة مقيدة باخطاء حكامها بحسب وجهة نظر جل تلك الاندية والسواد الاعظم لمدربيها واعلاميها وجماهيرها على حد سواء اما اتحاد اللعبة في وجهة نظر هؤلاء ينطبق عليه المثل القائل قد يرى الناس الجرحى الذي في رأسك لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه ورئيس لجنة الحكام ورغم كل التبريرات التويتريات المفصلة الا ان البيانات والنداءات تقول لا يجب ان تقول كل ما تعرف ولكن يجب ان تعرف كل ما تقول ومن هذا الواقع المتكرر الهلال عبر بيان نستغرب القرارات المجحفة والمتتالية في حقنا ورئيس اللجنة يرد بشرح مفصل عبر التويتر والاخطاء مشانقها منصوبة واقلامها مبرية وفي مصادر الدوانية اليوم الرائد يتفق مع هداف الدوري السعودي السابق روني فرنانديز بعد الانتهاء من جميع البنود بين الطرفين والمنتظر اعلان الصفقة ورحب بضيوفي ونقبل موجودة معي في هذه الحلقة وليسعد بوجودهم معي في حلقة اليوم ابدأ بيا الناقد والاعلامية الرياضي الاستاذ محمد البكيري الناقد والاعلامية الرياضي الاستاذ حسن عبدالقادر الناقد والاعلامية الرياضي الاستاذ منيف الحربي وايضا الناقد والاعلامية الرياضي الاستاذ احمد الفهيد السلام عليكم الله بخير الجماعة السلام عليكم ويوم بجودكم معي في الحلقة قبل البداية دائم يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وايضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على اخر اخبار الدوري السعودي ويسعدنا ايضا مشاركتكم معنا في هاشتاك الدوانية واللي دايما يكون ظاهر معك اسفل الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم خلونا نبدأ الحلقة بالاخبار رفع الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة وذلك بعد الدعم الذي ادى لتدليل كافة المصاعب لاستضافة رالي ذاكار السعودية عشرين واحد وعشرين رغم ظروف جائحة كورونا اصدر مجلس ادارة نادي الهلال بيانا صحفيا انتقد فيه القرارات التحكيمية في دور كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك عقب نهاية مباراة فريقه مساء الامس مع الاهلي ضمن منافسات الجولة الثالث عشر مطالبا باتخاذ خطوات عاجلة لحفظ حقوق الاندية والحد من اللغط المتزايد حيال القرارات التحكيمية شهدت تدريبات الفريق الاول بنادي الاتفاق مشاركة اللاعب سعيد الرباعي بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في مواجهة فريقه امام النصر في الجولة السابعة من دور كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين اكد الاسباني فرناندو تيرساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر صحة قرار الحكم ماجد الشمراني بعدم احتساب ركلة جزاء الهلال امام الاهلي في القمة التي جمعت الفريقين امس الجمعة افتتح المنتخب الوطني تحت عشرين عاما اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة والذي يأتي في اطار المرحلة الاولى من خطة الاعداد لكأس اسيا تحت عشرين عاما الفين وثلاثة وعشرين طبعا ما في صوت يعلو على صوت الاخطاء التحكيمية وبيانات الاندية حول هذا الموضوع امس اصدر بيان في هذا الامر خلونا نشوف كيف تعاملت الاندية مع الاخطاء التحكيمية طبعا تقرير يتحدث عن لغة الادارات بالبيانات الاعلامية مع بداية الموسم الحالي اصدر الاتحاد السعودي لابكرة القدم قرارا بتقليص طواقم التحكيم الاجنبية الى سبعة طواقم مع التحمل الاندية تكالف الحكام واليوم بعد ختام ثلاثة عشر جولة من الدول لم تشهد ملاعبنا سوى ثنائي اجنبي قادر دير برياض بالاضافة لمواجهة الفتح والتعاون على صعيد الاعتراضات فمعض الاندية لم تكتفي بما حدث داخل الملعب من احتجاجات لاعبيها ومدرمها بل اتجهة لغة البيانات والتصعيد الاعلامي والتي بدأها القادسية بعد تجديده الدعم للحكم السعودي الا انه تمنى ان لا يتأثر بالنقاشات المطروحة في الساحة الرياضية بعد ان ابدى رئيس ناد الناصر صفوان سويكت انزعجه من قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الحكام الاجانب وعن الرائد فقد انتظرت الادارة حتى خرج الفريق الاول من منافسات كأس خدم الحرمين الشريفين لتظهر ببيان تحدثت فيه عن الاخطاء التحكمية التي واجهها الفريق منذ بداية الموزن اما الاهلي فقد تعثر الفريق من امام التعاون دوريا يظهر البيان بعد اللقاء باربعة وعشرين ساعة محتجا على قرارات حكم المباراة التي انقدته من المحترف ادريس فتوحي لستة اسابيع دون اي قرار تحكيمي اخر البيانات ظهرت من بطل الدوري الهلال بعد تعادله سلبيا مع الاهلي حيث ذكرت الادارة بانها بعثت خطابا لاتحاد الكرة تطالب فيه بحل يضمن عدالة المنافسة ما بين بيانات الادية وتصاريح لاعبها ومدربيها بعد المباراة اي الوسيئتين توصل بالرسالة طيب خلونا نبدأ من عند بيان الهلال اللي صدر امس كان بعد الحلقة صدر هذا البيان يعني فيه اعتراض شديد او استغراب حسب البيان شديد من قرارة التحكيمية المجفى رح معك محمد البكيري ابو خالد الانديا يبدو انها مكتفت فقط بالظهور والامتعاض اليوم حتى فيه لغة بيانات كبيرة على التحكيم يعني تقريبا كم بيان وكم حسبت ايضا مع هالتعليقات اللي تحدث بعد المباريات لمدربين ولا لاداريين ولا رؤساء انديا يعني اقل او اخر شي مدربين حصلوا على بطاقات اندار ومدير كرة يعني انه وصفة مثل اليوم لما تيجي تقول من افضل حكم على اقل اخطاء صح او لا لا انه لا يمكن يكون فيه حكم مية في المية موجود لكن اليوم لما تجي تشوف اللجنة مقاردة بهذه المعادلة انه وصولها لاخطاء كثيرة دفعت كثير من الانديا الى اصدار بيانات متباينة يعني في مضمونها فمعناها فيه مشكلة يعني نرجع نقول نفس الكلام اللي قلت هامس قناعة اللجنة انه ما في مشكلة يزيد المشكلة تعقيد مساعدة اللجنة تبدأ وممثلة في اتحاد الكرة بالذات في هذا الجانب مهم جدا المكابرة متلق حتزيد الفجوة حتزيد حتى ممكن لما عنده مشكلة يخليها مشكلة في هذا الجانب يجب على اتحاد الكرة ان يتخذ خطوات تعالج اللجنة هذه اللجنة هذه فيها مشكلة كبيرة تكلمنا عن جزئيات داخلية فاتح انك تجيب حكام ما هو واحد الحلول اليوم موجودة ايه انت معادلة فوست هر للنقاش ابو خالد معادلة ثلاثين مباراة او سبعة مقابل ثلاثين انا اعتقد يعني انت اخدت الثلث تقريبا او ربع يعني يعني انا لو وجهة النظري يضاعف هذا الرقب ايه يضاعف هذا الحلول ايه يعني يضاعف هذا الرقب لانه انت تكلم اليوم على نصف المباريات اذا تبغى اخذ حكم دولي وحكم محلي حكم دولي اذا انت تبغى كنادي لكن اصرارنا على انه يجب ان تدعم الحكم على سوء الحكم في تأهينه وليس في امكانياته الامكانيات يبان في في الملعب في دارة المباريات انا قلت الحكم السعودي بعد هذه الفترة الانقطاعية الطويلة جدا وصلنا الى ثلاثين واربعين حكم بين سبع دوليين وتسع دوليين مساعدين والباقيين معزال الحكم ما هو مؤهل حقيقي يعني مع التقنية الجديدة هذه مع قوة المنافسة اللي موجودة مع كثرة الحالات اللي موجودة الاخطاء تكاثرت ما يعني وجود هذه الاسماء من الاندية تواليا خلال الى ثلاثة عشر جولة تتكلم اليوم يعني في شهرين او ثلاثة شهور تتزايل حالات الاندية ومتوقع ان تزيد كمان وانت تقم متفرجا كاتحاد كرة نعم وليس فقط اللجنة لان هذا العمل لازم يكون بين الاثنين نعم لان اللجنة هذه يجب ان تعيد حساباتها في طريقة فعاليتها في طريقة ادارتها في طريقة تكاليفها في طريقة من يحاول رفع مستوها له للحكام يجب ان يكون انا امس يجب ان يحضر ناس فهمة بشكل لان المشكلة اليوم اصبحت في التقنية في ظرفة الفارض اكثر من القرار لان هي الوسيلة المساعدة والمشهلة للقرار اصبحت هي المشكلة احنا انا صراحة من الناس اللي سعيد بهذه التقنية واتمنى سمراره ضد واحد يقول لي والله لا نعتمد على الحكام وخلاص اصبح حتى بعض الحكام يتورطون يتورطون في جهتين شوالي التأهيل اللي قاعد يحصلون عليه داخل داخل اللجنة وانعكس اثره عليه سواء على حكمة ساحة كحكم ولا على اللي زميله اللي ماسكها غرفة الفارض باكبر دليل لديك مخرجات هذه النتيجة كلها ان حصلت كل المشكلة عندنا في التقنية وفي الحالات في حالتين اللي هي ركلات الجزاء طريقة احتسابها وا احتساب الاهداف اللي يكون فيها لبس يعني قدم خط هذي تصل ايه هذي اكبر مشكلتين اليوم ترجع لكل الحالات والاشكاليات اللي سايرة في منافسات الدولي كلها ارتبطت بهذه الجزئية ارجع وقت اشان اختصر الكلام واترك بالزملاء انه لا تكابر لجنة التحكيم على ما موجود من سوء في بعض الحكام او طريقة اهليته في اتخاذ القرارات في الساحة او في غرفة الفار وتباينها من المباراة الى اخرى ومن جولة الى اخرى احيانا في نفس الجولة في اربع خمسة مباراة تجي تشوف يعني انت لو تسعيد عشرات المقاطع اللي موجودة للحالات هذه انت راسك يصدع يعني في التباين فين الصح انت تسأل كمتلقي ومتابع وين الصح يعني في هل هنا كان القرار صحيح ولا هنا فين قصدك انه في التباين في التباين ضيع يعني في حالات متشامحة بشكل يمكن حدد تطابق احيانا تجي القرار مختلف حلو ابو محمد حسن تتفك اوشي مع ابو خارد مع هذا الحل اذا كان مثلا هذا حل لانه اليوم تزيد عدد الطواقم مثلا تصل من 7 الى 14 طاقم هل هذا حل لا شف نسكت عن التحكيم بعدها ايو اصلا هي الحل موجود انت ممكن تدير الموسم كله بحكام اجانب لانه كل نادي عنده 7 طواقم وكل الاندي بتشتكي لو كل نادي جاب 7 الطواقم اللي عليه خلاص الموسم كله حكام اجانب فهمت علي لانه حمول اندي كله بتشتكي من التحكيم وكل نادي عنده 7 اطقم اجانب لو كل نادي من 16 نادي كل نادي جاب 7 اطقم اجانب على لقال انت موسم كله نهيت 80% 70% منه نهيت كله حكام اجانب طيب ما ميحتاج نضاعف العدد ما لعلاقة مع ابت لكن انا اقول مشكلة الحكام هي مشكلة مستمر مشكلتنا الاندية مع الحكم السعودي مختلفة مع الحكم الأجنبي مشكلة الاندية السعودية مع الحكم السعودي هي مشكلة سوئنية وليس مشكلة قدرات حكم يعني دايما ننظر الحكم السعودي انه في نية سيئة نرجع ننبش في تاريخه هذا قبل سنتين حسب كده وهذا قبل سنتين افتسم لللاعب ذا وهذا فتنظر له تتعامل معه وهذا يشجع كده وهذا يعني وهذا يعني وهذا يعني وهذا بسوء النية تنظره الاخطاء الحكم السعودي ترى ممكن الاخطاء اللي حصلت للحكام في البارات الماضية كان ممكن اي حكم تجيبه من بره ترى ما نقصد لا اختلم لا لا عادي انا مثل انت الجزئية الحكم 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 الاجنبي ايضا يا حسن لما نكرر اخطاءه يتم يستبعاده اكيد لكن نشبه لما ينشب فيك حكم سعودي لا 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 يعرف يتطور ولا يعرف يتحسن ولمحشب عليك حكم سعودي انا تنظر للحكم الاجنبي انه حكم اخطاء في مباراة طيب ان يكون تقديري يعني تنظله انه تقديري لكن الحكم السعودي تنظله بسوء النية انا اول شيء العتب خلينا نوجهه على ثلاث جهات الجهة الاولى على الحكم السعودي لانه ما استفاد من فرصة تتعاده خلال الموسمين وما طور نفسه عاد كما هو الا عدد قليل كيف يطور نفسه يا اخي مو بهذا الدور مفروض عند اللجنة موثلة مثلا بالاتحاد هو نفسه الحكم المشكلة ما هي اشياء الاتحاد ما يجب ان يطورها شكتك بنفسك وشخصيتك اي شخصيتك داخل ارض الملعب انا اشوف شخصية الحكام تختلف من تحكيمه لنادي لنادي اخر ويمكن تتذكروا تصريح حارس القادسية لما قال انه احنا يتعاملنا بوجه ويتعامل النادي الاخر بوجه اخر يعني حتى الحكم نفسه يتعامل مع الاندي حسب مكانتها وحسب جماهريتها المشكلة الاولى الحكام ما يطورهم فسا ما قدموا نفسهم بشكل اخر ما استفادوا من فترة الابعاد النقطة الاخرى الاتحاد السعودي وكأنه الامر لا يعنيه ترى اللي انت قلت في البداية انا فكرت سريح حسن داس المسعى انه احنا سنحمي الاندي احنا سنحمي الاندي احنا سنحمي الحكام الان شفنا الحكام بيتعرضون لأكثر الحديث سواء في الوقع التواصل ومسؤولين اندي احنا ستكلم عن جماهير يعني اللي حدث امس مثلا مدرب الهلال مع الحكم ويدار الهلال مع الحكم افترض منطقيا ومو الهلال حتى لو الاهلي حتى لو النصر ان افترض ان تتخذ عقوبة ضدها انت من انت رجل مشارع في الهلال لتقدر تحاسب الحكم فيه جاهد تحاسبه اذا فيه اخطاء لك هذه نقطة يعني ما حمت الحكام مو مصدق في كلامها اللي قالت في البداية النقطة الاخرى بسه وقعت عقوبات على اللي تحدث عن التحكيم عن مسؤولين المباراة على اكثر ما شفنا جوفرينكو وشفنا اسمعها كثيرا لا وفيه كثير عدث ما حصل فيها شيء اي يعني اتذكر لك على هذا فيه كثير حصلت يعني مثلا شفنا هاسي شفنا العطوي تحدث قال فيها الشيخ خارج كرة القدم حصلت فيه امباراتور اشياء زي كده ما مصر فيها النقطة الاخيرة انا للرئيس رئيس الحكام هذا رجل انتقائي في تغريداته كيف انا قلتها عندك في الحلقة هنا قبل ثلاث سابيع لما انطلع تكلم تغريده على موضوع تعلق بالنصر اتقد او حاله اليوم امس طلع اتحدث عن موضوع تعلق بالهلال الرايد اشتكى لما طلع الاهلي قدم بيان ما طلع الاتحاد احتجه وتكلمه ما طلع يطلع للهلال او للنصر ترى 16 نادي سعودي رئيس الاتحاد يعني الاهلي مو حد لما انفتوحي 6 سابيع غيب واصابة واضحة وصدر بيان لما طلعت تحدثت عن الحاله الرايد صدر بيان وتحدثت لما طلعت تحدثت عن حاله الرايد ليه تختصر الدول السعودي في الهلال والنصر مثلا ليه هذا الرئيس الحكام يعني انت رئيس الحكام وكل الاندية عندك بترد انه سواسية ما ستعامل مع ناجع ما نبقى انتقائية في الحديث عن الأمدية وعن الحالات يبرر كل الحالات كل الحالات أنت الأمدية عندك كلها سواسر ما عندي رصد حقيقي بس أنا أعتقد أنه شرح أكثر من حالة ما خصت عن النصر و الهلال بعد بيان الهلال أمس طلع اليوم تحدث عن الحالة البارح صح؟ طيب ألا هل يصدر بيان بعد موضوع موضوع إصابة في التحليم أطلع الرايد صدر بيان بعد مباراته مع تقدر النصر أو ليه ما طلع ليه ما طلع ليه يطلع في حالات ويسبح حالات لما يكون رئيس الاتحاد رئيس الاجئة الحكام في الاتحاد السعودي ينظر للأندية السعودية لناديين إذن ما تلوهم الحكام بقية الحكام إذا كانوا صاروا في نص النهج مثلا في التعامل مع الأندية ممتاز براكغان على هذا الموضوع وظيف لها اللي قبل شوية يتكلم عنه حسن رئيس الاجئة الحكام واللي جالس يظهر ويحاول يشرح أكثر من حالة موجودة من خلال تويتر بشرح مفصل ولكن لا زال الموضوع في دائرة النقد شوف من البداية أبو خالد يعني نتفق أن موضوع التحكيم موضوع عالمي قضية التحكيم والجدل حول التحكيم لن تنتهي قضية من سنين طويلة جزء من كرة القدم لكن الحديث أو انتقاد الحاكم السعودي والأخطاء اللي تحدث تحديدا تحديدا في هذا الموسم لا يعني في أن تنتفي أخطاء التحكيم نهائيا لكن يفترض أن في وجود التقنية الحديثة اللي تساعد الحاكم بشكل كبير أن تكون أخطاء الحكام السعوديين أقل بكثير من اللي شفنا بل أنها ليست أخطاء معظمها كانت كوارث تتذكر بو خالد لما كنت موجود معك في حلقة هنا بعد مبارة النصر والشباب وقلت أني اعتمنى على سمو الأمير عبداليز بن تركي والأستاذ ياسر المسحل أن يكون في تدخل وقلت لي أنت ما لهم علاقه هذه لجنة داخل الاتحاد وهذه مسؤولياتها والحاكم السعودي فقلت لك أن سمعة الدوري السعودي يتصر في مبالغ كبيرة والأندية تبدل جهود كبيرة أيضا يفترض أن الأخطاء التحكمية التي تحدث على الأقل لا تكون بها البشاعة وبها السطحية وبها التكرار الممل اللي يطرح كثير من علامة الاستفهام المبررة وصل الكلام بردو بركان لا زال يوجه رئيس الاتحاد لماذا تروح أنت هذا كان مقصدي لماذا تروح على طول الوزير المسؤولية مسؤولية رئيس الاتحاد من خلال لجنة يفترض يفترض أنه لا يكون في تجاهل للموضوع لا بد أن تعترف أول أن هناك مشكلة عشان تحل المشكلة هذه أو تبدأ في وضع حلول لكن طالما أنك لا تعترف وجود مشكلة راح تكون المسألة تتطور راح نشوف المزيد من الحالات اللي بصراحة اضطر بسمعة الدوري السعودي الآن أتمنى أنه ما يكون نظرتهم أنه ظلم الرعية يعني عدل في السوية أو أنه ظلم عادل يعني ظلم الجميع عادل أن يكون هذا مبدأ اتحاد القدم لا إذا كان التحكيم يظلم وهو أداة الإنصاف يفترض هذه مشكلة كبيرة بصراحة وزي ما تفضل حسن يعني رئيس سجل الحكام المفروض أنه يطلع أنه يطرق لكل الحالات اللي تكون وجودها أو أنه ما يكون انتقائي في حالات معينة يكون في تعليق عليها وفي حالات معينة يتم تجاهلها تماما فقضية تعاطي لجلة الحكام مع الأخطاء اللي تتكرر في الدوري السعودي قضية تعاطيها مع الشكاوى الأندية يعني موضوع فيه فيه لبس كبير بصراحة فيه تجاهل فيه هذا يوحيي لك كمتابع أنه ما فيه جدية بصراحة في طرح حلول ما فيه جدية في تناول هالقضية وإيجاد حلول جذرية ما فيه جدية من مين ما فيه جدية من لجلة التحكيم من لجلة الحكام من لجلة الحكام ما فيه جدية بالاعتراف بالقضية هذه وبالمساهمة في وضع حلول الحكم السعودي ما فيه شك إنه طاله نسبة كبيرة من الخطاء والتقصير في هذا الموضوع أيضا ما سعى أنه يطور نفسه ما سعى أنه يستفيد من وجود التقنية ما سعى أنه يستفيد من إعطاء الثقة له من جديد لما طرح تتقى فيها الموسم هذا كيف هاتغيب عدة سنوات شو لما تشوف زي مباراة شباب يمكن البداية أو المباراة اللي دقت أول مسمار في ناعش التحكيم السعودي يمكن مباراة النصر والشباب اللي حكمها شكرا لحمفوش كونك تحسب هدف من تسلل واضح وفاضح كونك تتجاهل هدف آخر كونك تتجاهل يعني أخطاء أخطاء بهالكم في مباراة واحدة وبهالوضوح والتقرية تساعدك وتشوف الإعادة وتشوف الفيار وترجع مرة ثانية وتتخذ قرار خاطئ هذا يتوحيي لك بصراحة يا أنه في خوف وعدم عدم ثقة من الحكام السعودي بنفسه وباتخذ قرار أو أنه في حسابات أخرى يعني ما ما نعرف صراحة وما هي حسابات الأخرى قد تكون عندهم حسابات يعني الحكام السعودي الكل يعرف أنه مو بقادر أنه يطلع نفسه من التجاذبات اللي موجودة في الوسط الرياضي يتأثر يعني بالتجاذبات يتأثر كثير ويتأثر ويتأثر بعاطفته قد ما يكون تعمد بشكل واضح لكن بس أنت في حديثك السابق براكال يتتخذ وقف وسط يعني يميل الجهة بس في حديث سابق بين حل العاطف يعني هنا كنت ترى بأنه في تعمد عنده الحكم على بعض المباريات لا ما قلت أنه تعمد بشكل واضح أنا أقول تعمد أنه يميل للقرار اللي يتجه في اتجاه عاطفته إذا كان قرار يحتمل احتماليا حتى لو كانت النسبة عاطفة ميول عاطفة ميول عاطفة ميول وهذه مصيبة كبيرة بصراحة مؤمن أنها موجودة أنا مؤمن تمام أنه ممكن الحكم ينجذب الميولة وبالتالي يأخذ قرار لمصلحة الميول متأكد أنا من الموضوع هذا تمام من الأخطاء اللي شفناها السنة هذه بصراحة ما في تفسير آخر أقرب من التفسير هذا أخطاء موجودة مثلا الدوري الإنجليزي واحد من الدوريات اللي كل العالم يضرط فيها مثلا والأخطاء موجودة والمشاكل موجودة ونقد التحكيم موجود هذه موجودة هذه من المسلمات لكن لما تتكرر بالشكل اللي قاعد نشوفه هذا بصراحة الإنجليزي تسوى عشان يحلل المشكلة تسوى حلول هذا الكام تتوقف تتفرج على المشكلة تكون في ردة فعل الآن كل الانديا تشتكي من التحكيم تصدر بيانات كل الناس تستكي في الإعلام يفترض أن يكون في حلو مثلا نزلت معارض معك على مسألة التصعيد للوزير للرياضة لأنه إحنا دائما كنا نقول مثلا أنه إحنا يا جماعة ما نبغى تدخلات نطالب بعدم التدخل ثم لما تجي قضية بسيطة مثل موضوع تحكيم قد يحل ويطرح فيه حلول من خلالها رئيس الاتحاد أو من خلال اللجنة ثم نذهب للتصعيد أنا أحترم رأيك أحمد الفهيد أولا خلني أدخل معك على بيان الهلال في هذا الموضوع وكان في الفترة الماضية كلها كان يمتدحت الهلال في هذه الزاوية على أنه ما دخل في الموضوع التحكيم وإن كان مدرب الفريق كان يتحدث بعد أكثر من مبارا على الموضوع التحكيمي اليوم تعليقيا كنت على هذا البيان بالنسبة للهلال وعلى الموضوع كاملا موضوع التحكيم شوف أنا يعني لي رأيي في البيانات قديم أنه البيان غالبا غالبا البيانات هي نتيجة عجز هي نتيجة عجز إدارة النادي أي نادي كان عن تحقيق شيء داخل الملعب وبالتالي هي تهرب من الضغط الجماهيري الملقى عليها بتحميل المسؤولية إلى جهات أخرى أحيانا لجنة التحكيم أحيانا لجنة الانضباط أحيانا لجنة المسابقات وقس على ذلك بل أنه أحيانا تستخدم أذرعتها الإعلامية والجماهيرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي لإثارة يعني على ما قال الغبار في اتجاهات أخرى بحيث أنه هي تصير بعيدة أو متوارية عن اللوم المباشر حلو يعني الهلال مثلاً طبعاً أنا لو بتسألني شخصياً أنا ضد البيانات إدارة هذه الهلال لماذا؟ وهذا امتداد لأنه أنا ضد البيانات أصلاً لكن لماذا أنا أقول أني ضد بيان إدارة هذه الهلال لأنه متى جاء جاء نتيجة عجز الهلال أربع مباريات متتالية وهو يتعادل خسر ثمان نقاط يعني الفريق الذي كان متصدراً بفارق نقطي يعني معقول أو جيد بالنسبة له خسر ثمان نقاط وفي غضم ذلك خرج من كأس الملك ذهاب مدرب الهلال البارحة للحكم ورفع صوته عليه واتهامه بأنه لم يكن أميناً بحسب الترجمات اللي قراناها يعني وبحسب الكلام اللي نعم هذا لا يمكن يكون إلا وصفي لأنه سلوك مدرب عاجز رزفان عجز بدل لعبين غير تغييرات سوى كل شيء تكلم على التحكيم في أكثر من تصريح سوى كل شيء يخفف الضغط عليه وعلى اللاعبين وفي النهاية عجز عن تحقيق الفوز لو أنه رزفان فاز أمس أو فاز المباراة الجول الماضية أو اللي قبلها وخرج بفارق نقطي جيد ما كان بتكلم عن الحكم إذن الحديث عن الحكام والبيانات هي في رأيي نتيجة عجز عن تحقيق شيء كل الأنذية ملهلة بس والأهلي والابتحاد والنصر والآخر كلهم النصر لما عجز مع فيتوريا انتقد التحكيم فالأخير شال فيتوريا أقصى فيتوريا نعم من اللي انتقد انتقدت الإدارة طبعا لأن الإدارة كانت تخفف العبع عنها وعن المدرب الفريق الذي كان يريد مبلغ عالي مقابل الغاء عقده وبالتالي هي تعتقد أن الأمور ممكن تتحسن مع فيتوريا صار في ضغط القبل اللايم على أي أحد آخر ثم حرك الأذرع الإعلامية تتكلم عن أي مؤامرات وعن أي دسائس وواء الآخر في النصر وفي غير تراني لما أنا أجيب مثال ترى أقول كل مشترك في ذلك خصوصا لأنديا خصوصا لأنديا لا أتكلم فيما يتعلق كل الأنديا اللي قدمت بيانات ضد التحكيم هي أنديا عاجزة عن تحقيق نتيجة هذا رأي طبعا هي أنديا عاجزة عن تحقيق نتيجة داخل الملعب وبالتالي ليه الموسم الماضي ما قبل كورونا كان كل حكام جاهر صحي نعم صدرت بيانات على الحكام صدرت اتهامات نحن كعالميين أيضا انتقدنا التحكيم انتقدنا الخيارات بل أنه فيه مطالبات من أنديا باستبعاد حكام هم حكام نخبة على المستوى العالم وعلى المستوى الربي نعم تحكيم الخطأ في وارد والغضب بل من التحكيم طبيعي على مستوى الإدارية على المستوى الجماهيري على المستوى الإعلامي طبيعي لكن تحميله مسؤولية ما يحدث لا يعني لما أنت تكون عاجز طوال 90 دقيقة أي فريق عن تحقيق نتيجة ثم تتشبث بضربة جزاء ولا هدف مختلفين عليه المحللين التحكميين يعني نحن لا نتكلم عن شيء واضح روح شمس كرة متخطية المرمى وكاشفتها الدنيا وراح لحكم وقال لا ما تخطط المرمى ترك أغلب النقاش يدور في المسائل التقديرية أغلبه في المسائل التقديرية بدليل أنه في حكام عبد الرحمن الزيت عمر المهنم محمد فودة جمال غندور من مصر سمير عثمان سمير عثمان من مصر مين بعد قل لي الحكام معجب مطرف معجب مطرف مختلفين وهي الحالة واحدة وهي حالة نفسها نفسها يشوفون لا ويشوفونها بعد ساعتين أو ثلاث ساعات يعني نحن نشوفها في التلفزيون أنا شوفها أقول والله ضربة جزاء اللي جنب يقول لا أنا أقول مهي ضربة جزاء الحاكم أمس مع الفاتر مختلفين لأنه وفق البرتوكول حق البي آر أنه الحاكم ما يذهب إلى الشاشة اللي إذا اختلف قراره مع ورفة الفار يعني أمس الحاكم ما حسبها ضربة جزاء أيها فتوقف الفار ليه رجع الحاكم لأنه اختلف قراره مع الفار الفار قال وضربة جزاء يعني قرار الفار يشوفونه ضربة جزاء فلازم أنت تشوفها فرجع رأيها تقديريا وأنه ما فيها شيء في النهاية هو قرار الحاكم بس في النهاية معلش ببودر برضو هذه الأندية اللي أنت تراها أو ترا أنها كانت عاجزة ترى أن هذا حق لها ما في شك ترى أنه حق لها كان ممكن يغير حتى حديثك بأنك ما تقول كانت عاجزة كان كسب المباراة فبالتالي هو يرى أن هذه الأخطاء هي من وضعته في هذا القالب ما تكلم عن الحق كل إدارة نادي هالحق أن تشتر بيان تصرح تشتكي هذا حق نعم أنا ما أتكلم حق أنا أقول رائيا يعني في الحق أنا ما أفاصل فيها الحق حق إدارة أي نادي أن تفعل ما تشتر أن تطالب إبعاد حكام أن تصدر بيانات أن تشتكي أن إلى آخر هذا حقا مكفول لها نظاما نعم أنا رأيي شخصي أنه أي إدارة تصدر بيانات في الغالب هي الإدارة التي لا تفوز الذي لا يفوز يعني تبري بس شماع نوع من تخفيف نوع من تخفيف الضغط وهذا يحدث ليس مع الحكام إحنا اللي بمنارجع الإدارات كيف تخفف الضغط مستخدمة نفسها وأذرعتها حول سواء العلمية أو الجماهيرية يعني أنه الخروج من بطولة التحكيم أو أو جدول المسابقات ل 79 لجل المسابقات أو الانضباط عاقبة أو ما عاقبة عاقبوا قبل المرات بيومين عاقبوا قبل المرات بعد حالة تركوها وحالة أخذوها لكن أنا أقول أنه المشكلة قائمة تراهنا ناقشناها الآن وناقشناها قبل شهر وناقشناها العام الماضي وبالناقشها بعد شهر وبالناقش الموسم الجاني لأنها مشكلة قائمة طعall أتفق مع حسنا فيما يتعلق بأنه هل مشكلتنا مع الحكم السعودي كحكم يعني كداخل ملعب ولا عن معرفتنا أو ظلنا سيء فيه أنه مدفوع بعاطفته مدفوع بأنه ممكن يأخذ مال مقابل أنه يعني يتهاون في دارة المباراة لطرف دون طرف عندنا هالشك والشعور بل نقلناه لما جاء الحكم الأجنبي إلى الحكم الأجنبي يقولنا من استقبله في المطار من عزمه على الغداء من رئيس من رئيس الحكام من مرافق معه فننقل هذا الشك إلى الأجنبي لكن الأجنبي ليس عايش معنا فما يشكل عليه ضغط كبير بعكس الحكم السعودي يتشكل عليه ضغط كبير النقطة الأخيرة بس اسمه رئيس الجرح الحكام يعني بصراحة ما الاقتراح عليه أنه يعلق في حسابه وفي تويتر أو عبر بيانات على حالات يعني الحق أنه اقتراح سيء يا سيدي أنت تعلق على حالات مجتمع تختارها أما أنك تذهب يعني مباراة الرائد وظامات مثلا ليش ما تعلق عليها لماذا تختار مباراة معينة في مباراة حاسمة أنت ما ليش معلقت جدليا لخطات الجدليا ليش معلقت عليها جدليا لخطات الجدليا أكبر اتحاد وابها ليش معلقت على الحداث الذي فيها مثلا على أي حدث فيها صار صار مثال جدل مع انه مبارات مهمة ترى الاتحاديين فهو قد لايك من انتقائي هو بس ابو بدر هو قال في حسابه هذا الكلام قال انا هعلق على الحالات الاكتر جدلي ما رح يرجع لها ما رح يرجع شوف لا قال في حالات كيف زي ما قال ابو بدر في مباراة كيفية حالات الحالة في الجدلية عاش وضعنا ريس حكم عاش وضعنا عاش ارضي الاندي اللي عندها صوت وجواهير وذا والبقية يعني بعدين يعني احنا وضعنا كذا نرضي ايه وضعنا كذا انا عند مين يعني حتى انا اتكلف عن حتى كاعلام حتى كاعلام عندي سؤال هو خرجوا مثلا في الحالة اللي عامس خلا نقول ايه وقالوا ان القرار سلي ايه اقتنع احد اقتنعت ادارة الهلال برأيه ادارة الهلال ستقتنع وجمهور الهلال خليه ادارة جمهور الهلال هل بيقتنع برأي اه شي اسمه هو رئيسي الحكام فرناندو فرناندو ولا برأي عبد الرحمن الزيد باللي بيخدم باللي يكون معا بس انا بوصل على النقطة بيختار رأي عبد الرحمن الزيد في النهاية بس ما عبد الرحمن الزيد برضي انت تقول رأيك اليوم وعندك ناس معارضين لرأيك وبالتالي تقدم رأيك باما نعك ان تقدم رأيك انت ليش تقوله هذا قصد انت ملست ملزمة بانك تدخل هذه الدائرة المتاهة انت الزم الصمت اجتمع بحكامك اذا عندك حالات في عندك لقاء شهري او اسبوعي طلع فيه تصريح وقل الحالات اللي تبغاها سواء انتقية وغير انتقية انت تقول حالتنا كده احنا شف الان لو حالة مباراة ضمك وابهر لا لا تجاوبني على سؤالي ايه انا بديك المثال برزي ووصل لك ضمك وابهر احنا يعني في عندنا العمل ايه ما نتعامل معها زي مثلا حالة النصر الهلال الهلال والاتحاد ايه عطني دليل على انو العمل كده ما نبغالها دليل يعني الامل حتى احنا كاعلام احنا مجدين في البرامج من عشرين سنة ما نتعامل في حالة فيها مباراة ضمك وابهر مثلا او او احد والانصار او اي نادية مثلا في الدولة المتاز خلتخلم ها حالة جدلية وفصار مشكلة لا تعمم احنا نتعامل مع كل الحالات اللي موجودة اي حالة جدلية نطرحها المقاطعة موجودة موجودة لا ما يتنك برنامج هو لا تنك برنامج لو وحنا كاعلام لا لا ككل السحر ياضية ككل حتى حتى السوشال ميديا حتى كله ترى حنا التعامل بين تكائية حتى في التعامل مع الحالات حكم الجماهيرية حالة اي وحالة للاندية الجماهيرية حصلت رند لكن حالة نادي مظلوم فعلا في الاندية الوسط واذا ولا ما حتجب خبره تعدي تحلف ولا ما حتجب خبره تعدي تحلف على هوا بس اسمع لي براكام بخلق تعليق بس اسمع محمد ابكيري على هذا الحديث وانت اصلا امس قلت موضوع في هذا الاتجاج اللي سألت فيه براكام مثلا قلت تركي الخضير هو اتحادي ولذلك هو عساس انه يهرب من مسألة الميول ظلم الاتحاد لا انا ما اقول ظلم انا اقول واضح انه هو ميوله يعني في انسان احيان زي عبد الرحمن الزيت حكم دولي ولعب في الهلال وشي ومن الناس اللي طالبوا انه ما يحكم براية الهلال ليه الانسان عسان يحايد نفسه ولا يدخل فيه تبانيات الرأي او هذا من هذا انا احتر اخنا كامر سؤالي يعني انت قصدك انه كل المدرئة عفهم الحكام اللي عندهم اليوم ميول بيظلمون انديتهم عساسهم ما يهربون من هذا لا لا فيه ناس قادر تتحكم في ميولة كل الحكام عرف ميولهم من وكثين عرفوا ميولهم موجودين يعني هي مو عيب انه قد يجب ولا يتهم انه تقولك انك تشجع لكن هل بتأثر عليك في مباريات هل تخذك لضغط انت تقدمها كعيب انت اليوم تأخذها كأنه عيب في الموضوع لا انا لحنا امس لما تكلمت يا رجل تتكلمه خمس دقائق يا انا في المكتبع تقولي انا قيل عيب اقول انه هي انا قصد انت تقدمها للرأي العام كأنه عيب انت يا ترك الخضير لانك اتحادي ظلمت الاتحاد لا انا اقول ميول باتت تؤثر علي بدليل من 2014 الى 2026 ستة سنوات ما في اغلبك برات سية للاتحاد وهو معروف اصلا حتى في اوساط وقلت لك وفي اوساط يعني الدكتور جاسي امس قال لي اتحادي قبل اتكلمه يعني معروف هو ميوله فصار التأثر عليه فاذا انت كان التأثر عليك نتاج هذه الميول فانت ما انت ملزم انك انت تتركيزه في كل مباراة موجودة اللي فيها ميولك انت المفروض احيد نفسك وبعد عن المشاكل هو اللي غيره من اصحاب الميول يعني فيه ناس ترى هذا بشر في النهاية نحن بشر في النهاية هو لو عطوته لو تعثيره والشيء كثير يتأثر فيها الانساء فاذي لها علاقة بالشخصية بعد مخالد يعني اليوم اذا كنت بقول كل محكم انت لا تحكم مباراة اللي فيها ميولك وانت تتحدث عن شخصيته كيف تحضر انت اليوم انك تطبق القانون انت اليوم حكم قاضي في الملعب يجب انك تكون معرض لانك اليوم تكون موجود في مباراة وميولك موجود ولكن انت تؤدي عملك ما نعلاق هذي الشخصية وهذه القوة انا قاعد احلل المشهد انا ملعب ان ندخل بنية الرجال انا حلل المشهد انا ناقش ميول واضح انها لها تأثير وانا قلت لك انا احرف علاقتك كويسة في يعني هو شاب كان لسه بـ 19-20 سنة كان ذلك هو يعني كلام تتكلم عشان بدقة لانه في بعض الناس تتكلم على التاريخ 99-2000 يعني ذلك الكلام كان تقريبا يعني كان الكلام هذا فهي يعني في في سلسلة المباريات تتكلم عليه لا ما كان ناجح يخي اذا كان انت تأثيرك تبغى تسوي عكسي عشان ما يوخذ عليك وانت معروف لانه فيها شيخ الفيات عنده هو هو معروف معروف يعني في الجانب الميول هذا بشكل واضح كان عنده فاستثني نفسك من هذا الجانب في قيادة المباريات اللي تأثر عليك اذا كان انت يعني صار ما شاء الله تبارك الله في كل مباراة موجود يعني في دحين حتى دحين يعني انت ايش الطاقة اللي عندك هذي يعني ما شاء الله والقدرات انت كحكم شخصي يعني تكلمون بعيد عن مباراة الاتحاد وشي مبارا اليوم تراقيبة بكرة مبارا تحكمها بكرة تروح لدينا حكم ساحة شوية حكم مراقب شوية حكم في غرفة الفار يعني انت طيب بأي سلجنة اليوم ظهوره وشرحه على تويتر والله يعني ما قصر زمان انعلقت عليه في تويتر اللي هو يعني يا عما ياخذها يعني بشكل موسع في الحالات الاسبوعية يتكلم عليها صح ولا اصمت صح ما احترامي لك لانك انت اذا كان دورك في هذا الحساب انها محاولة دفاع عن الحكام او هي محاولة تثقيف الرأي العام فاذن يجب ان تأخذها بتوسع يعني انت تأخذ الجولة جيني مثلا يا كل الامبارتين ثلاثة اللي ساير اليوم تحلق عليها او نهاية الجولة وتأخذ كل ايه مثلا او يعني حطوا الفقرة ايه حطوا الفقرة في الديوانية وتكلم بتوسع انه في امباريات جدلية لذكرها احنا ما عندنا مشكلة اذا هو يخليها او مبارا في الاكس اعتبر هنا دفاع عن الحكام واعتبرها تثقيف للاخرين احنا المستفيد من من خبرته في الناحية القانونية التقنية هذه اللي مثير الجدل انه اليوم كانت تكلم على التقاطعات وعلى متى النزل الفار كده بالطريقة دي كانت تكلم في اشياء مفيدة لكن انت اليوم قاعد تسوي انتقائية في الحالات يعني في رأي عام يشوف في حالات اقوى في مباراة مثلا ابها والاتحاد مباراة الرائد والنصر كل ما حد يبغى كمان رأي قانوني يبغى يعرف ان الرأي قانوني اذا كان الرأي العام لكن اللي يفهم ويستوعب يتابع المحللين ذا ولا يشوف عشان يستفيد براكا براكا في عندك جزيات الجزيات تكلم عنها ابو خالد هي نفسها اللي كنت اقول لك عبد الرحمن من ناحية التعمد هو متعمد صريح لكن لما يجد نفسه في خيارات طيقة يميل الاتجاه اليميل مع عاطفته الحكم فمو بقدر انه يطلع نفسه من حساسيات المنافسة اللي موجودة في الدول يقول يميل يعني صحيح مليون بالمية الكلام اللي قالوا بقدر لكن في جزئية انا اقول ما نلوم بعض الاندية وما تتشابه الاندية في شكواها الشاعر يقول اذا اشتبهت او اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى اللي يشتكي اللي يشتكو من التحكيم مهم سواسية في مباريات لما الحكم يروح للشاشة ويطالع بالإعادة وشاهد الكرة لمست في وجه اللاعب ثم ارتدت الى يد يعني لقضة مية بالمية واضح انها ليست ضربة جزاء ثم يصر ان يحتسبها ضربة جزاء ما تقدر تفسرها اي تفسير اخر ولا تقدر تلوم النادي يعني الاندية اللي تشتكي عندها ظروف يعني على سبيل المثال النصر مثلا النصر كان عنده اصابات كورونا عنده اصابات لاعبة كثار غيابات عنده مشاكل كورونا مرت على كل الاندية مرت على كل الاندية لكن في الظرف اللي مر على نادي النصر ما فيه اي نادي يشبه بصراحة فإذا ما تجي مباراة الشباب والحاكم ارتكب هالكم من الاخطاء اللي تضر فيه وهي المباراة اللي اعتبرها ادخلت النصر في نفق نفسي معنوي ما خرج منه الى الفترة الاخيرة بعد بعض اجراء الصدمات للفريق ما تلوم ادارة النادي انها طالب حقها يعني ليس ليس فشل داخل الملعب داخل الملعب لو انصفها التحكيم كان محقق الانتصار والجميع اجمع على انه انا جبتها على سبيل المثال بس الملوم انا قل مع سوي لي تبغى بس انا رأيي بس مو مو سلة عجز انا ما اتفق انها مسلة عجز دائما معناه انك تصدر بيان ضد التحكيم انه الادارة او الفريق عاجز لا قد يكون الفريق جاهز تماما وقادر على ان يحقق الانتصار اذا نال حق التحكيمي العادل لكن عندما يكون التحكيم ضدك وارتكب هالكم من الاخطاء ما تجد امار ممكن انك تعبر عن احتجاجك على مسل هذه الاخطاء بس نكترى الاخطاء ما هي متساوية الشكوى عفوا ما هي متساوية ايه طبعا متساوية متفاوتة متفاوتة نادي فعلا متضرر ونادي لا يعني نادي لا يعني ما يبغى يظهر بصورة المستفيد لازم يشارك الجميع شلوه يعني هو كده بس مشارك يعني انه انا ترى برضو عندي اخطائي لا لابد انه يعني زي شاف الجميع يطلعون بيانات او يعبرون عن تعاضهم للتحكيم على سبيل المسال نادي الهلال البيان الاخير عشان ضربت جزاء غير حقيقية الهلال ما كان يعني فيه اخطاء تحكمية كثيرة في مبارا عشان يطلع البيان مثل البيان لكن شاف الاندي كلها تشتكي كيف مدربوا عنده ثلاثة او اربع مباريات مدرب الهلال يظهر ويقول عندي يعني ينتقد التحكيم ها كانت كم من الاخطاء بصراحة اللي كانت مؤثرة في نتاج مباراة الهلال وجهة نظرك بش المدرب يراها وكانت مؤثرة لذلك ظهر وتكلم عنه وجهة نظر المدرب اوكي بس برضو هنقول لك المتابعين يحكمون يعني الجمهور الرياضي والمتابعين يحكمون ان فيه فرق تضررت تمام يعني اضرار كبيرة من التحكيم والدليل على ذلك مراكزها وكمية النقاط المباراة اللي خسرتها وفيه أنديا لا اوكي فيه اخطاء تحكيمية بس ما كانت مؤثرة شارع الرياضي هو اللي يقدرها صح؟ ما كانت مؤثرة فيه اخطاء تحكيمية شارع الرياضي هو اللي يقدر الانديا المتضرب انت عندك حصائية بشارع الرياضي مع مين رايح ممكن لا اكثر تضرر لا شوف شوف كل جمهور في النهاية الشارع الرياضي ينقسم يعني وتفاوت أراء كل جمهور يرى أن الفريق هو الأكثر تضرر لذلك أنا لا أستطيع أن أحكمها براكا لا أستطيع أن أقول أن هذا النادي هو أكثر تضررا حقيقة 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 أبو خالد وإعلامة يكون أيضا بإدافع عن أخطاء في أخطاء تحكيمية أثرت على نتاج المباراة وأضرت بفرق في أخطاء تحكيمية لا تعرض الأخطاء تحكيمية الفريق هذا في المباراة معينة لكن ما أثرت على نتيجة خرج فائز في المباراة وما ضرت الأخطاء تحكيمية بس أنت ترى الهلال فقط من خلال هذا البيان بس كأنه أنا برضو عندي أخطاء تحكيمية لكن وجهت نظرك أن الهلال لا شبو كل البيانات حتى لا دقات سية حتى لا دقات سية لما طلع بيان لما طلع بيانا دقات سية أنا شوف من وجهة قاضر الشخصية يعني كراءة شخصية أنه ما كان فيه أخطاء تحكيمية يعني مؤثرة على مباراة الهلال أجدري هلالي يقدر يجمع لك عشرات المقاطع واللي اتفقوا عليه حتى المحللين المحللين إنها صحيحة لصالح الهلال ما ضرت بالهلال ما خسرت النتاج مباراة كثيرة هذا وجهة نظر يعني أنه كان قوي يفوز هذا كسب هو هذا شيء ثاني كان قوي يفوز بالتالي مدرب وكان ساكت لما عجز الهلال هذا كلامي لما عجز الهلال داخل ملعب وعدمت الحلول والمدرب أنا أقول أنه رزفان مدرب تركبير وقدير بس أنه المدرب مع مرور الوقت يكشف يكشف تعرف فتح قوته ووكامن ضعفه ويعرف طريقته لا لا يكون يبغى يمشي لا لا يكون يبغى يمشي لا هو راغب يعني هو حاب بس أنا أقصد أنه عجز يعني حاول كل شيء يعني في البداية كان يسوي التدوير بعد أننا انتقدنا قلنا سوي تدوير على راحتك بس يبدو بالتشكيل اللي يخدمك تعرض لإصاباتها حتى يعني يضطر أن يلعب تشكيله في انتقالات كبيرة لا بس مضطر كل الدنيا لاعب لعبين لاعب لعبين لاعب لعبين يعني أي فريق عنده صابة لاعب لعبين أي أي فريق في كل مباراة نتيجة أو يقاف بس اللي أقصده لما عجز رزفان أمس اندفاعته للحكم وصلته للحد أنه ما حد ما دلوش يسوي أنا خاسر أربع مباريات طالع من الكاس الخامسة وأنا عندي فاصل إعلاني لازم أطلع رح فاصل إعلاني ورجع كل من العظيم اشتركوا في القناة عذبة تنبع بالحياة فتتناغم الطبيعة مع الأحساس ليأخذ النفس مكانه لتترجم أطباقك شغف إحساس أبو كاز قصة إبداع تروى في مطبخك يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الدوانية وضيوفها محمد البكيري حسن عبدالقادر منيف الحربي وأحمد الفيد محفظ الألقاب للجميع وقفت عندك أبو محمد الجزيرة تبغى تضيفها على البيان الجزيرة أخيرة في بيان الهلال طبعا والكلام لكل الأمدية لصدرت بياناتي الجزيرة أخيرة يقول لك ويطالب مجلس الإدارة الاتحاد السعودية كرة القدر اتخاذ خطوات عاجلة لحفظ حقوق الأمدية اتخاذ خطوات عاجلة دورك أنت كأندية ليس الهلال نصر الأهل الاتحاد كل الأمدية لما تطالب بيانات أنت الديني ايش الحلول العاجلة لتطوير التحكيم قدم لي أنت الحلول قدم لي أنت كنادي حلول أنت شريك أنت ممكن تطلب الأمدية لسأل من هو أعبار الجمعية العمومية ممثلين أنت أقدسه أجتمعه ايش الحلول العالية أتمنى أنه مجلس دارة نادية لأمس في البيان يقول لك ترى واحد اثنين ثلاثة أربع هذه الحلول عاجلة أنا أقدمها وانت نادي كبير ونادي عندك مستشارين وعندك خبراء وعندك خبرات قدم لي الحلول العاجلة لذي عشان أدرسها صح ممكن تكون مفيدة لي لكي تحسل أمودية لكي ترسل بخطاب خاص هذه ما تكتف البيانات يا حسن هذه ترسل بخطاب خاص هو يطالب يا أبو سعال بس هذا الكلام يعني الإطار العام للبيان حقه لكن التفاصيل هذه يشرحها في التفاصيل معين تفرقة أبو خالد بفضل اللاجلة هنا ترد علي تقول لدينا يا رجانبي ومش الخطوات العاجلة ها ومش الخطوات العاجلة اللي ممكن يتكلم مهذا السؤال لا لا أتكلم الحين حنة الحين حنة حنة نجس حنة الأربعة كما نبو خالد عبد أحمد اللي بنقول نقترع التحاد السودي ما حن نلقيتها ما حتلقى مختراحات طب انت من رئيس هو حكم هو عداء حكم لا 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 أحمد من رئيس مالي لما بيان بيان نادي الهلال إيلا بخادر نقترع بيان نادي الهلال اقتخاب خطوات عاجلة أنا بيعرف اش الخطوات العاجلة اللي ممكن لا لا خلنا اسمع اقتراح اللي بخادر اقتراح يترح الحين أحمد يقول يلا خلنا اسمع منكم عشان تحتروجي يسمع مننا إيش عندك حلول يلا قول أبو رئيس نادي لا 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 يقول أبو بدر يسألك خلينا احنا نقدم ايش عندنا ايش عندنا اختيار حكمين الموجودين حاليا ولعادة الحكام الأجانب حتى نجيب تاهيل حكام السعودية القادريين على الأقل في الثار يعادة الحكم الاجنبي جدا واحنا نتقدم الحكم الاجنبي مع libان لا لا غرفة التكنية عندنا نفس الكلام الموصم البري следующ l AKA اللي راح الموصم الماضي او طال الحكام السعودية هالموسم طال الحكم الاجنبي معي بتطريقة دي مهم بالطريقة الاذي انتظروا الحكم حكام التكنية عندنا حكام الفار فيه تباين في اتخاذ القرارات حالات متشابه محمد بس اتذكر شوي طالبوا بعودة الحكم السعودي الموسم الماضي انا ما طالب ابو خالد ابو خالد تعرف متى متى بدأوا يطالبوا الحكم السعودي من بدأ اتحاد الكرة يختار النخبة مو بيعني شاي ناس ما حد يعرفهم حتى ببلده عشان كده هبط مستوى التحكيم وزادت ارتفعت مشاكل الحكم الاجنبي لانه حكام النخبة ومدرس سار ذيك الفترة وجابوا حكام حتى من دول يعني انت ما تعرفها حتى بعض الطواقم الحكام لكن لا تعديني نحن لا 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 تعديني نحن عشان ترد على حسن المهم انطالبة بالحكم السعودي جاءت بعد مقالات وكتابات لا 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 تعد عليها لا لا تعد عليها تفاصيل هي كل شي له تفاصيله بعد اخطاؤه حكام هبط مستوى هذا لانه كانت النوعية الطواقم اللي كانت تجي من دول اللي حبيبي اسمح لي سؤالك سؤال بس لسكسوال النصر الموسم قبل ماضي مطالب بابعاد ثماني حكام منهم خمسة حكام نخبة أوروبا طيب طيب النصر ما طالب نحن مش لما هبط المستوى نحن تتكلم اليوم نادي طالب اليوم نادي طالب هذا وجهة نظر هذا وجهة نظر ناخذ فيه لكن نحن مثل الفراشة ولا نلذر كالنحن بجد صراحة نحن قاعد ندور في العقا طيب نحن نحن مو مؤمنين تحكيم مكررة صح ولا لا عندنا المشكلة تحكيم مكررة وعندنا قناعة انه مثل التقنية هذه المنجات بتخفف المشكلة ومع ذلك المشكلة باقية نتكلم عن الحكم السعودي صح ولا لا طيب لما ندخل داخل اللجنة ندخل النحن ندخل داخل اللجنة الي موجودين فيها لهم كم سنة للمرزة لش اسمه البحراني لازويد عبد المحسن هذا هو كم سنة لهم موجودين في اللجنة عندما تتكرر الاخطاء وتتواصل المشكلة في عدم وجود حل انت لازل تفكف اللجنة من الداخل عشان تعرف ايش مشكلة ايو ايو اكثر من كم سنة اكثر من كم سنة نغير راس اللجنة نجيب الحكم الفلاني الأجنب طيب احنا عندنا خلل في العضاء يعني خلل ما هو منتقاس منهم لكن العمل ما تغير المخرجات اللجنة هذه ما تغيرت ما تطور شي كثير جدري في حكامنا الموجودين الان نفس النقطة اللي طرحتها امس ابو خالد لا اليوم انا اقول لك انا مو نفس النقطة اي انا نتكلم اليوم لازم نغيرها نتكلم على التحكيم وش ساير طيب احنا نتكلم لازم داخل اللجنة اللجنة قاعدة اسماء موجودة ليش احنا ثابتين عليها نعم ترى اليوم احنا انت متلاحظ شي احنا نتكلم اليوم عن دور المحترفين ترى الدرجة الاولى حكاية ثانية لما تابع انا بزي في هذه المواضيع والاندي اللي ما طالب نعالج من الداخل الاندي اللي تشتكي ابو خارج لي ما طالب حكام اجانب طيب الاندي اللي تشتكي وبيانات لي ما تاخذ حقها وتجيب حكام اجانب هي كل اسماء طب انا بقف الموضوع التحكيم اللي عندي اكثر من موضوع لكن واضحا موضوع التحكيم لسه ما خلص وفي حوار راح يكون اعمق واكثر ويعني رسائل كثيرة ما بين السطور تكون على موضوع التحكيم الوعد شارب نهاية ابريل بنعيد الموضوع بس بس كان جاني سؤال في الهاشتاق بس تذكروني يا شباب السؤال السؤال اللي شفنا قبل شويه في الهاشتاق الديوانية نادر كان يقول اظنه طرح سؤال امس علينا ابو خالد وقال انه ماذا قدم لجنة الحكام لصناعة حكم لصناعة حكم ولا جاوبته يقول على هذا السؤال تجاوب عليه ابو محمد بكيري اشو؟ جاوبت عليه عام سنة انت جاوبت؟ اش كان جوابنا؟ قلت انه دور اللجنة الحكم لما تعده خارجيا هي بس اعداد لياق لكن ما تقدر انه حكم يعني ما عنده القدرة انه تعده انا تكلمت عن جزوية جزوية النوع المحاضر اللي في التقنية اللي نحن اليوم تكلم فين؟ تكلمنا صلبة المشكلة ايش هي اكبر جزية مشكلة عندنا اللي هي في التقنية لما يجيب انا حكم درجة أولا مع احترامي وتقديري له يعني ما في الخبرة العريضة ولا في ذي التوسع عنده في الممارسة اصلا تفرق لما انا اجيب ناس افضل سواء انا اقول حكام سعوديين ذو خبرة كمان برضو في هذا الجانب اكثر من مرة مو واحد يستلم 40 او 42 حكم نفس التلقينة نفس الخطأ لو كان خطأ يروح لل 42 حكم يجب ان يكون يتغير في الدورات هذه بالاستقل انت عبد الحمان استضفتهم استضفت 4 و5 حكامي كانوا مع طارق الحمد كان ترك الخضير وخالد الهويش والطريس كانوا معنا في واحدة من الحلقات كانت برنامج الدولي الموسم الماضي خلال الثلاثة ايام الماضية اعلن فريق استراتيجية الدعم الاندية عن استحقاق 14 نادي لدعم مبادرة الحوكمة خلونا نشوف ونتعرف على هذه الاندية انتهى تقييم شهر يناير للربع الثالث من الموسم الرياضي الحالي في دعم مبادرة الحوكمة واعلن فريق استراتيجية الدعم الاندية الرياضية استحقاق 14 ناديا من اصل 16 استطاعت الحصول على النقاط المطلوبة التي تمثل اعلى من الحد الادنى المقرر لهذا الربع وهو 5 من اصل 7 نقاط الناديان اللذان حققا اقل من هذا الحد كاناء العين والباطن حيث حصل كل منهما على اقل من 5 نقاط كانت سببا في حرمانهما من احقية الدعم فيما اصبحت بقية الاندية مؤهلة للحصول على الدعم الاضافي في هذا الربع زاد معدل التقييم للاندية بشكل عام والذي انعكس على عدد الانديات الحاصلة على الدعم وتمت عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع وفق معايير محددة اسوة بالفترات الماضية كما تم مطابقة جميع المستندات المقدمة من الاندية مع التقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة كالاتحاد السعود لكرة القدم ورابطة دور المحترفين وتقارير لجنة الكفاءة المالية الخامس عشر من ابريل القادم سيكون موعد اعلان الاستحقاق لدعم الربع الرابع والذي يشترط حصول الاندية على ست نقاط من اصل سبعة كحد ادنى لنيل الدعم على ان يكون الثامن من ابريل هو الموعد الاخير لتقديم المستندات الخاصة بالتقييم موسيقى 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 طيب بما انك حسن تبي الاهلي والاهلي متصدر الحوكمة انت تعليقك على هذا على هذا الحوكمة واللي حصل فيها واليوم نتكلم على العين والباطن انهم ما يحصلون على هذا الدعم نعم احنا نتحدث امس البرنامج لما تحدثنا عن اقالة مسؤول او مهندس السيانة في ملعب الجوهرة انه قرار يعني عاجل من سمو وزير الرياضة وقلت انه فيه قرارات عاجلة وقرارات متأنية وكل تصفي محصلة الرياضة طبعا من اهم و اجمل و افضل القرارات المتأنية هي قرار الحوكمة موسيقى يعني مهما تتحدث عن هذا القرار انه فيه حماية للاندية وفيه حماية للحقوق اللاعبين وفيه حماية المكتدرات الاندية ملايينة التي اهدرت في سنوات طويلة جدا لنتم فيه هذا قرار حق الان الاندية اصبحت تتعامل بحضر شديد جدا مع اي قضية مالية سواء في الغاء العقود في التعاقدات في السفقات حتى في استحداث العاب جديدة حتى في الفكر الاداري الانتظام في العمل كل شيء يعني الحوكمة دي صراحة يعني انا اعتبره من افضل واهم القرارات اللي صدرت في الرياضة السعودية على مرة تاريخها مش بس فترة حالية لانه كانت في السنوات الطويلة جدا الاندية تعيش فيه فوضى فوضى التعاقدات فوضى الغاز صفقات فوضى المزاجية فوضى رحيل النادي الساعة اثنين في الليل يفتح الباب يظلوا بيقول انه بطل ثماني رئيس قد مرة ثماني رئيس قد مرة ثماني رئيس ثلاثمائة مليون ماذا معنا ثنين في الليل بس يعني بعضهم كده يسر ثنين في الليل بطل كده يقول بطلت كده مزاج يعني والنادي غرقان فاربعمائة مليون هو سبب فيها ما احد يقول له فين رايح ولا احد يقول له تعال سدد الان لا الان في مسؤولية تضامنية في الحوكمة في امور كثيرة الرئيس النادي الان اكثر حضرا في اي فترة في تاريخ الرياضة السعودية من التعامل مع الامر المالية لانه عارف انه في جهة رقبية تحاسب على هذا الشيء الاهلي متصدر الحوكم وهذا شيء يحسب الادارة السعود بالله مؤمنة ايه ويحسب الامر اذكر بالانديا طبعا هذا الربع للربع الثالث اه شهر اه يناير عشرين واحد وعشرين اه 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 اذكر باللي ما اخذوا كفاية خلاص بس لا خلينا نقولها بالترتيب لا لانه فيه ترتيب ايه طبعا اه 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 فوارق بسيطة اه اه مهم فوارق بسيطة في النصف ايه بس مهم نقول الترتيب تتذكر معنا كيف كان الترتيب الاهلي الاتفاق الشباب الفتح الهلال الاتحاد النصر الفيصلي القادسية ضمك الرائد الوحدة التعاون ابها هذا الترتيب جميل ايه فبقول انه الاهلي شوف الان ممكن امس اه استحدثوا لعبتين يعني مثلا اله الا افتقد السباق الدراجات والمبارزة ايه هذي من ضمن دعم الانديا هتكون لها مداخير اخرى للناديا الاندي الان بدت يعني هذا قرار الحوكمة وقرار انعكس حتى على بقية العاب النادي الاخرى كانت العاب مهمة ومهمة واللاعب اللي عنده رغبا يروح نادي ما يحصل لحد يتمرن في الانديا تتسابق شوف صدر انا قررت قبل يومين معلومة انه عدد الانديا اللي كانت فيها العاب مختلفة يعني ما انا فاكر المعلومة عشان ما اقول رقم غير صحيح بس الارتفع العدد الى اضعاف الانديا اصبح التعامل مع هذه العاب اذا احنا اتكلم عن قرار وزارة الرياضة انا ما زلت اكررها انه قرار الحوكمة والمسؤولية التضامنية لرؤساء الانديا انا اعتقد انه اهم واجمل وافضل قرار صدر في تاريخ الرياضة السعودية ممتاز اكيد قرار يعني متفق الجميع على انه من افضل قارات فعلا يصب في النهاية في مصلحة تنظيم الاداري والمالي للانديا السعودية وحفظ حقوق الانديا وحفظ حقوق الانديا حتى منسوبية الانديا سواء من اداريين او لاعبين او غيرهم لذلك حتى هذا فيه مد يد العون ومساعدة الانديا انها ما تستسلم اغراءات الجماهيرة اغراءات المنافسة وتلاقي نفسها في النهاية متورطة في امور مالية يعني سيئة جدا مثل السابق لكن انا احب اضيف نقطة او ملاحظة بسيطة اتمنى انه ما تكون الحوكمة المجرد الحوكمة بحيث ان بعض الانديا مثلا تنشيء العاب معينة المجرد انها تضيف لها نقاط في تصنيف الحوكمة بحيث انها تستحق الاعان الحكومي الدعم الحكومي من الوزارة فا اتمنى ان تستفيد العاب ومنافسة العاب يفترض لكن اتمنى ان ينعكس هذا على منافسة الأعاب المختلفة في الكرة السعودية وهذا الشي يصب في النهاية لمصلحة المنتخبات السعودية في الأعاب المختلفة لكن ما في شك انه كمشروع جدا رائع المصلحة الانديا والمصلحة الرياضة السعودية ممتاز محمد رفاهت من اين زاوية بتاخذ هذه السعودية والترتيب احنا العام المبلع الماضي الربع الماضي كانوا المتجاوزين اربع انديا لا نتكلم عن انديا اتكلم عن انتقالها كبيرة دليل انه الانديا تحركت فيما يتعلق بالتصحيح دليل انه الحديث الاعلامي عن انه انديا كبيرة ومهمة وتخفق معي الحوكم انها تخسر تخسر ميزاني خزينتها مبلغ جيد فهذا شكل عليها ضغط ويحسسها انه في عين راصدة سواء الاعلام او الجمهور اليوم في مبلغ بيتوفر لك ليش تفرط فيه وش الاسباب مكتفرط لا والمعايير في القادم وببدر يعني اصعب يعني هذول يحققوا ما يزيد عن الخمس نقاط من سبعة القادم بيكون تلازم تحقق ستة من سبعة ممتاز هذا ممتاز اشان كذا انا والله تمنيت ان احنا نفهم الابها والباطن ليها خفق يعني العين والباطن العين والباطن العين والباطن ليها خفقوا يعني ودنا ولا نسمع اجابة علىها معانا غريبا يعني هما في الصعود لهم مبلغ كبير يعني الاول والثاني اعتقد لا مبلغ يوصل لعشرة مليون وثمانية مليون المفروض انه يعني هذي تكفيهم الفلوس يعني انه يبدوا بداية صحيحة مع الدعم الاستراهجية المالية هذي يعني هما اخذوه المفروض ما ادري عد اخذوه الا ما ادري بس انا اقول لك يعني المفروض انه اذا عندهم مبالغ زي هذي مفروض انهم كانوا بدايتهم صحيحة مع الدعم الحالي اللي هو لدور المحترفين كأنديا الشهرية دي مفروض الوضع مستقر لكن والله اذا لهم كابت صعود من الماضي ما اخذوه الا مشكلة فاذا علامة الاستفام ما ادري عنيش مشكلة ظهر سر الاتحاداتي اللي تحتاج حوكم ايه ما ادري انا اذكر حسب المصادر اللي احنا اظهرنا فيها في فترة سابقة الى ثلاثين اكتوبر حسب اذا انا ما انا نسيت يعني كانت كل الاندية ولا نادي عنده اي مستحق مالي سوان في وزارة الرياضة او في اتحاد القدر كانت كل المستحقات المالية كنت انا خرجت صح فيك انا قلتك مصادر ومن بكرة كانت تداخل معنا الدكتور رجالة السولاني وكيل الوزير بشؤول الاعلام وتكلم على انه فعلا الاندية مستحقة او كل مبالغ للاندية عند الوزارة او عند الاتحاد القدم كانت مسلمة كابلة فبالتالي الاندية اكيد مفترض على كلام ابو خالد وهذا السؤال انه مثل العين والباطن استلموا مكافهة السعود ونشوف الان ابن خالد عشان نربطها بالحكمة ممكن تحدثنا في الموضوع اذا في حلقتين ماضي انه عدد المدربين المقالين عدد اللاعبين الملغية عقوده يعني خفت بنسبة على قل نسبة كبيرة جدا على المواسم الماضية لانه اصبحت في مسؤولية مالية على رئيس الوزارة مدربين صايرين في السعود اللغاء عقودة كم اللغاء عقد مدرب حين اربعة؟ اربعة لكن تخيل المواسم الماضي الى الجولة التاسعة او العاشرة كانت تسعة مدربين مقالين حتى اللاعبين في انديا كانت تغير من الفترة الصيفية للفترة الشتوية ستة سبع لعبين اجانب ود ترا في انديا اذا لا انتبوه لا بعض الانديا تبوه تغير مدربين بس انت مسؤول انت مسؤول اي مبالغ مالية تحمل الرئيس النادي من المسؤولية التضامنية حسب الالية الجديدة للانديا الان ما الفوض انتهت شوف أنا أقول لك بعد سنة من الآن لن تجد أو سنتين على أقل لن تجد شكاوي في الكفيفة على الأندية السعودية لن تجد مطالبات سماسرة خارجيين يطالبون الأندية السعودية بمبالغ كبيرة أمور كثيرة ستختفي بوجود هذه الحكامة صحيح خلينا نروح للجولة الثالثة عشر طبعا متابع تقرير عن مشاهد الجولة اللي مضت وكل التفاصيل اللي كانت وجودة في هذه الجولة الجولة الثالثة عشر جولة تألق الحراس وإهدار ركلات الجزاء البداية من ملعب مدينة المجمعة الرياضية حينما خطف القادسية هدف التعادل ليحرم أصحاب الأرض من الفوز بعد أربعة خسائر متتالية وفي لقاء العين والشباب ظهر الحمدان بأول أهدافه بعد أن اكتفى بصناعتها في ستة مناسبات سابقة وفي الدمام غاب الفوز عن الاتفاق للمرة الثالثة على التوالي وعن الباطن للمرة الخامسة على مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء كان الحدث الأبرز هو حضور الحكم الأجنبي في لقاء الفتح والتعاون للمرة الثانية في الدوري بعد أن قاد ديربي الرياضة وحينما استضاف الاتحاد فريق أبهى استطاع ستروندبيرغ خطف صدارة الهدافين على حساب المتألق وفي مباراة ضمك والوحدة تأخرت صافرة انطلاق الشوط الثاني بسبب تعطل تقنية الفيديو قبل أن يتم استبدال الشاشة في لقاء الرائد والنصر استبدال الحكم الكرة بعد عشرة دقائق مثيرة من اللقاء استحوذت تقنية الفيديو على أغلب أوقاتها لتلغي هدفا نصراويا وتحتسب ركلة جزاء للرائد قمة الجولة شهدت عودة المعيوف وغياب العويس في مباراة تألق فيها حراس المرمى لكل الفريقين الجولة الثالثة عشر لم تبتسم لأصحاب الأرض حيث لم يتمكن أي فريق من الفوز على أرضه كما أن الحظ لم يلازم المهاجمين والذين أضاعوا خمسة ركلة جزاء في هذه الجولة طيب شكرا زياد العصيبي على هذا التقرير عن الجولة ببدأ من عندك أستاذ منيف شيء مشهد اللي ممكن لفت نظرك في هذه الجولة والله شوف مشاهد كثيرة يمكن كانت مليانة الجولة فيها إثارة كبيرة وفيها تنافس خاصة في المراكس الأولى أنه كانت الفرق يعني الفارق النقط يتقلص في المنافسة على الصدارة وأن كان الأهل يفرط فيه ثلاث فرص متتالية في الأسبوع الأخيرة ولو عشرة يفرط فيها أن يتصدر الدوري صحيح يمكن أكثر ما لفت انتباهي في الجولة هذه يعني الخسارة يتعرض لهذه الاتحاد كانت خسارة غير متوقعة وكان يعني مع كامل احترام الفريق قابها قاعد يقدم مستويات جيدة لكن مبارا كانت في متناول يد اعتبرها بالنسبة للاتحاد خاصة مع تطور مستوى الفريق وتصاعد مستوياته وكان بإمكانه أن يزاحم فرق الصدارة في هالجولة لكن راجعين راجعين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتمنى عودة العبيد طيب أبو خالب والله شو أنا حاجتين فقط في الجولة بشكل عام أول شيء تفوق الحراس صحيح بصراحة لعب دور كبير في كثير من النتائج وشح الأهداف يعني لو تيجي تشوف الأنباريات اللي اختزلت النصر فاز ثلاثة واحد واثنين ثنين قاتسية والفيسلي والباقي يا صفر صفر يا واحد صفر معدل الأهداف أقل كان في هذه الجولة نعم وركلات جزاء ضاع خلص هو براعة الحراس أكثر شيء ترجيح جميز على عجل اسم الحربي ركلات ترجيح ضاع الترجيح لبراعة الحراس صراحة ما نقوله واحد صفر النصر فاز أراد أمو ترجيح لا فيه عفوا صادق فيه نتيجة ثلاثة واحد اللي كانت الشباب 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 فاز عفوا الشباب صحيح ثلاثة واحد ثلاثة وثلاثة هي أعلى معدل في مبارتين الباقي مبارات كلها صفر صفر واحد صفر أغلبها يعني حسن شوف معالم الجولة حاشتين بالنسبة لي وضوح الرؤية بالنسبة للعين وضمك هما أكثر ناديين لازم يتحركوا بشكل أكبر حتى يبقوا في الدور المحترفين واضح أن وضعهم يعني خطر رغم أنه عين بيقدم السويات لكنه بيخسر نتائج ضمك بيقعد يستمر في الخسارة على طول آخر طبعا آخر ببارات عادل لكنه نقطيا يعني هو متأخر يعني النقطة الأخرى هو غياب الهدافين الرئيسيين للدور السعودي أو للنسبة الأخيرة عمر السومة وقوميز على التهديف حمد الله حمد الله طبعا لأنه ما شارك يعني بالإصابة لكن اللي بشاركه غيابهم على التهديف وهذه يعني طبعا تفتح باب تساءلات كبيرة يعني مستويات متراجعة للنجمين هم عوضونا على كل أسبوع أنه ينظر الفرح لجمايرهم عجب أنه جدا جدا مهاجم فريق أبهاء مصدر الهدافين لاعب ممتاز جدا لاعب يعني فعلا يقدم لك أنه لاعب مهاجم شرس هذا النوعية من المهاجمين أنا أحبه وأعتقد أنه قد يقدر ينجح معه مع أكثر من نادي آخر غير أبهاء ممتاز بوبادر أنا أولا بختار عبدالل المعيوف يعني شوف عبدالل المعيوف يعني يغيب قرابة 45 يوم بسبب الإصابة يعني شب غائب عن الموسم ثم يعود في مباراة كبيرة ضد الأهلي ومو لي أنه الأهلي كبير لا أيضا لأنه الأهلي ينافسك هو المنافس الحقيقي لك ثم تكون أنت يعني بالنسبة للهلال رجل رقم واحد في المباراة الحقيقة أنه ما كان حارس مرمى الهلال هو كان حارس الهلال البالح عبدالل المعيوف يعني أنقذ الهلال من خسارة نعم أنقذ الهلال فعليا من خسارة يعني وإن يعني وإن وإن دخلنا عامل الحظ والصدفة في ذلك فضربت الجزاء تصديلها مو حظ ولا صدفة هي براعب بالتأكيد عبدالل المعيوف كان يعني يبرهن أنه حارس رائع وأنه بالنسبة للهلاليين هو سد سد منيع يقابله بصراحة لاعب شاب رائع حارس الأهلي محمد الربيع اسمها اي محمد الربيع ربيعي ولا الربيعي 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 محمد الربيعي تألق صراحة معنى المباراة بالنسبة للهارس شاب مثله يعني كبير عليه كبير لا في حساسيتها ولا في قيمتها ولا في توقيتها ولا نبن يعني ضد نادي مثل الهلال فكان متألق حقيقة ومساعد في أنه الأهلي أيضا يخرج من المباراة متعدة ممتاز طيب خلونا نشوف كليسيكو طبعا الأهلي والهلال كيف تابع الجمهور هذه المواجهة مع العزيز عبدالعزيز العبدان طبعا عبدالعزيز العبدان أبارك له زواجه بكرة ومع ذلك راح وعمل هذا التقرير فيما يخص هذه المباراة مع الجمهور لمتابعة هذه المباراة الكبيرة خلونا نشوف اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 فيصل الحيدر ان شاء الله سيكونوا جاهزا معنا خلال اللحظات من اجل ذلك اتساول في البدء ايها الكارم مع زميل فيصل فيصل 15 جولة مضت من الدوري تبقى اربع جولات على نهاية الدور الاول منتصف الدوري كما تعلم ويعلم المراقب لهذه المسابقة وانت القريب من المسابقة 15 جولة انجلت ترخصها في دقيقة ونصف طبعا الان تعتبر مرحلة التعافي والصحوة من البدايات بسبب جائحة كورونا بدايات الاستعدادات كثير من الانديا لم توفق في موضوع المعسكرات واستقطاب المدربين في التوقيت المناسب وايضا اللاعبين الاجانب وحتى اختيار اللاعبين المحليين ضيق الوقت والظروف اللي صاحبت البدايات تسببت في فارق نقاطي ما بين الاول والثاني وبين منطقة الوسط ايضا كثرة تغيير المدربين في الجولات الماضية وكثرة الاصابات هذا عطانا مؤشر ان المستوى الفني لم يرتقي بعد لكن ان شاء الله من الجولة الخامسة عشر باذن الله تعالى وانا الجولات المتبقية باذن الله القادمة سنرى تحسن في المستوى الفني وبالتالي التقارب النقاطي وهذا اللي همنا هل تقسم الانية الى القسمين او اكثر او اقل طبعا قسمين اللي هو المركز الاول اللي هو الحزم الفارق وصل للنقطة اربعين بفارق ست نقاط عن الوصيف في نادي الفيحة وهذا امر طبيعي في ظل يعني محافظة فريق الحزم وفريق الفيحة وحتى العدالة قريبا منهم وان كان يقبع في المركز الرابع لكن اتكلم كقوام فريق وقوام يعني جهازية فريق قد يكونون هم الثلاثة هذولي هم اللي فارقين مستوى فني وافضل نقاطيا من غيرهم وان كان الجبلين لدي رغبة جادة للوصول لكن من المركز الخامس تقريبا وحتى ثالث عشر او الرابع عشر او خامس عشر تقريبا هذه تعتبر يعني المجموعة الثانية اللي هي منطقة الوسط وهذه هي الحالة الطبيعية اصلا للدوري اللي هو تقارب النقاطي والتقارب المستويات طبعا الفرق المتأخرة بسبب يعني ظروف يعني لم يعوضوا اللاعبين اللي تكلم عن النجوم البكيرية لم يعوضوا من انتقل منهم من انتقل منهم ولم يكن هناك الاستعداد الكافي لانهم يكونون في المقدمة في نقطة اخيرة عفوا لن نستمر فيها النقطة النجوم البكيرية وعرعر هم الحقيقة المتراوحين في ثلاث مركز تتبدل ما بينهم وان كان نجوم هو الاكثر بقاء في الترتيب العشرين لكنهم يعني الجولات المقبلة سيزيد الانسجام و سيزيد كثرة المباريات راح ينعكس وبالتالي يتقدمون نقطة اخيرة ابو هزائي اذا تسمح لي اللي هو فرق الصاعدة نجد هجر هذه لازم لابد ان نشير لها في الجولة 15 فريق هجر وفريق الدرعية وفريق الساحل وفريق بسكتناع عرعر لكن الفرق الثلاثة وهجر قدمت مستويات جيدة وتقدمت على فرق لها سنوات في دور الدرجة الاولى بشك وانا اعيدك فيه هذه النظر لنشير فقط الان طبعا البرنامج تابعونهم بالبث المباشر من خلال اجهزة التلفاز وايضا من خلال حساب القناوات السعودية الرياضية في تويتر وبالمناسبة الحقيقة كل شكر وتقضير لزملاء في دارة العلامة اكترون دارة النشر اكترون تعدد المناسبات والاحداث على طبعا مستوى القناوات السعودية الرياضية لانهم دائما مع الجميع ولا هم ولا شك ان دوري الولى دائما في اجندتهم في اعلى الاجندة كل الشكر والتقدير لهم الى التنويه بنتائج مباريات الجولة الماضية نجران جاهز خلينا نرحب في البدء قبل ما ان ننوعنا نتائج بالكابتن عبدالله الحيدر الجداول هي الجاهزة نجران ان شاء الله يجهز نجران على كل الى النتائج في الاسبوع الخامس عشر فقد جاءت نتائج مبارية العشر عن النحو التالي هجر والفيحة انتهى لقاهما في الاحساب بفوز الفيحة بهدف الدرعية والطائي فوز للطائي بهدفين دون رد عرعر والساحل فوز عرعر بثلاثة هداف مقابل هدفين وهو الفوز الثالث لعرعر في المسابقة نجران والعدالة فاز نجران بثلاثة هداف مقابل هدفين واحد فاز على البكرية بهدفين دون رد الثقب فاز على الجبلين بثلاثة هداف مقابل هدفين والنجوم فاز على الجيل في لقاء